اهلا بحضرتكم من جديد في كل مكان بنتكلم دلوقتي عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واللي بدأ في 2021 علشان يتم تحقيق هدف استراتيجي وهو تنمية الأسرة المصرية المشروع يمكن أحد أهم أهدافه هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال عدة مبادرات لتحقيق التنمية وتوفير المناخ الملائم للأسرة والمرأة المصرية على كل المستويات واللي بيسعى بشكل كبير لسيطرة على أزمة القضايا السكانية والنمو الزائد في السكان من منظور تنموي خلينا نتكلم مع حضرتكم ونتعرف أكتر عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية دلوقتي منهورونا في الستوديو أستاذة إنجيليماني منصق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مساء الخير على حضرتك أهلا بيك منهورينا أستاذ بنوركو أحنا عدنا مشروع القومي للأسرة بعبارة عن خمس محاور ممكن حضرتك يعني تكلمين عنهم هو المشروع القومي لتنمية الأسرة هو في الأصل فعلا هو بيدير العضية السكانية من خلال هدفين اللي هو تحسين حياة الأسرة من سواء كان بقى فرص عمل تعليم صحة تخزية سليمة وبعدين تخفيض الترفاعة الزائد في المعدلات الإنجاب ده بيتم من خلال زي ما حضرتك قلت كده خمس محاور همهم التمكين الاقتصادي للمرأة لأنه في دراسات أثبتت أنه كلما المرأة بتتمكن اقتصاديا بيقل معدلات الإنجاب ومعها في محور التوعية والتسقيف في محور كمان الخدمي اللي بيعتمد في الأساس كل ما تتمكن المرأة كل ما بيقل معدل الإنجاب كمان بيبقى فيه كمان موازلي توعية وتسقيف للأسرة ككل لأنه ما بتقدرش تمكن المرأة اقتصاديا من غير ما تواعي الأسرة كلها بضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة طيب عشان نبسط الموضوع للناس إزاي ده بيتم سواء تمكين اقتصادي للأسر أو للمرأة أو مسألة التوعية والتسقيف من خلال المشروع القومي لتنمية الأسراء يعني طرقك وأساليبك وفده بالنسبة للتمكين الاقتصادي احنا نزلين بكذا تدخل منهم بدايتهم الشمول المالي وبيبدأ حتى من أول أن احنا بنطلع حتى البطاقة للسيدة اللي هي ما عندهاش بطاقة بالمجان اللي جير قادرة طبعا وبعد كده بننزل لهم جوه القرى بالزيط من خلال المجلس القوم من المرأة ولا دوات التضامن ولا من خلال المجلس القوم من المرأة المجلس القوم من المرأة بيركز على محورين التمكين الاقتصادي للمرأة والتوعية والتسقيف في التمكين الاقتصادي بنبدأ بالشمول المالي بنخش للسيدات جوه القرى بنشوف احتياجاتهم إيه بداية من أول لو هي ما عندهاش بطاقة بنصدر لها البطاقة بالمجان بعد كده بنبتدي نخش لها بالتدخلات اللي هي زي مثلا تدخل نشاط المجموعات الادخار والإقراض وديما التدخل بيقعد مع السيدة لـ 52 أسبوعين احنا تقريبا قاعدين مع نفس السيدة جوه القرى سنة كاملة بنبتدي معاها بقى بتدخلات كتير قوي هي بنأهل مجموعة من الفتيات والسيدات الوعيدات جوه القرى عشان هما دول يكونوا ايجنس اوف تشينج أو اللي هما وكلاء التغيير في القرى وبيكونوا هما دول قاعدين مع السيدات بيكونوا مجموعات صغيرة كل مجموعة بتبقى حوالي 20 سيدة أعمارهم ايه بقى يا سيدة؟ والله هي من أول ما يبقى معها بطاقة لأن هي هتدخل يعني احنا هنفتح لهم حساب في البنك بنزر لهم كارت ميزة من خلال الميسرة المالية بتزر لهم كارت ميزة وبعدين بنفتح للمجموعة دي حساب مشترك بعدش الزي ده بيتمي هل انتوا عندكم قاعدة بيانات ما بتوصلوا لهم بيها واللي هما بيتوجهوا للمجلس القومي للمرأة زي بيتوصلوا للناس دي؟ احنا بنستهدف الكرة الكرة اللي موجودة مثلا من نطاق تنمية الأسرة وبنخش جوه القرة وبيتم الأول تدريب الفتيات أو السيدات الوعادات وهم دول اللي بيكونوا ميسرات ماليات والميسرات الماليات بيقوموا بعدد من الندوات علشان يبتدوا يشوفوا المهتمات من السيدات ويكونوا احنا تقريبا بنستهدف في كل قرية متوسط حوالي 2000 سيدة فهي الميسرات المالية وحنا موجودين في محافظات ايه؟ موجودين في 20 محافظة طبعا في السنة الأولانية لكن ان شاء الله هنخش في بقية المحافظات تباعا بعد كده موجودين بقى مقبلي وبحري يعني موجودين في المينيا أسيوتسو هاجبا نسويف إنا الفيوم الوادي الجديد سكندرية البحيرة 20 محافظة مربوطة بقصة الزيادة السكانية يعني أنتوا دخلتوا المحافظات اللي فيها الزيادة السكانية الأبرز يعني أو الأكتر؟ بالفعل هو احنا مشينا على نفس الخطة الجغرافية لحياة كريمة وتنمية الأسرة وكل الدولة ملتزمة داخل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالـ 1520 قرية اللي هما نطاق السنة الأولى وبعدين السنة التانية هيبقى فيه مجموعة أكبر لحد ما نخلص الأربعة تلاف تقريبا ومتين قرية أنا بس في المحور الاقتصادية أنا مش فاهم قوي أنتوا بتعملوا إيه بالزبط يعني بتدولهم فلوس مثلا أو بتفتحولهم مشاريع يعني بتحققوا استقلال مادة زي ليهم هو كذا زي برضو أنا يعني عايزة استفسر عن حاجة هل أنتوا برضو بتستهدفوا أن يبقى فيه تحديد ناس لعلشان حضرتك قلت حاجة استوقفتني كل ما كان فيه تمكين اقتصاد للمرأة كل ما قلت صح؟ بالزبط كل ما قلت معدل الإنجاب آه معدل الإنجاب هل ده أنتوا بتستهدفوا ده فعشان كده بتعملوا ده بالزبط هو في القفل يعني أنا بستهدف أن في الآخر أنا مش عايزة أقلل معدل الإنجاب بمعنى أن إحنا نقلل معدل إحنا عايزين يبقى فيه تحديد يعني خطة للسيدة أن هي أنا عايزة أكون عايشة عيشة كويسة وولادي يعيش وعيشة كويسة وأسرتي تعيش عيشة سعيدة حل فأنا عشان أعمل ده لازم أكون حطة خطة لنفسي أنا أول ما أتجوز هعود سنة الأول أتأهل نفسيا وصحيا وبعدين أبتدي أجيب أول طفل بعدين بعدها بكذا سنة عشان الطفل ده ياخد حقه في التربية يقدر يجي فهي الفكرة مش التقليل قد ما هي فكرة التباعد التباعد ما بين طفل وطفل هي دي اللي هتحقق لي إن أنا في الآخر يبقى العدد أقل من خمسة وستة بالزبط فهي صحة المرأة صحة الأطفال صحة الأسرة كأسرة سعيدة لأنه في الآخر لما بيكون لو عندي خمسة أطفال ما عنديش وقت إن أنا أربي الخمسة أطفال زي ما يكون عندي طفل أو طفلين وكل المواير الاقتصادية بتروح بتروح هو فعلا الانفجار السكاني ده أو الارتفاع معدلات الإنجاب ده بيأكل التنمية جهود التنمية كلها اللي بتحصل في الدولة بتعملهم إيه بقى يعني بتعملهم مشاريع ما هو إحنا لما بنخش جوه الكرة ويبتدي معاهم بمثلا المشروع الإدخار والإكراد بنقدر إن إحنا بعد كده بنأهلهم إن هم يحوشوا كل أسبوع مبلغ صغير بيبقوا هم اللي محددينه وبعدين بيقتروا يقتروا وبعد كده من المبلغ اللي هم حوشوه ده من نفس الفلوس اللي هم حوشوها لكن كمان إحنا بنقدر نعملهم تدخلات تانية بنديهم كروض مبسطة من خلال الشرقاء من البنوك بنقدر إن إحنا نسعدهم في نفس المشروع برضو إن هم قدروا يعملوا مشروعات صغيرة جماعية زي يبقى المشروعات دي هل أنتو بتوجهوهم لمشروعات معينة بتدربوهم على حرف معينة فيه طبعا تدريب للحرف وفيه تدريبات لريادة الأعمال وتدريبات للتصقيف المالي كل ده محاور مشاركة عشان نقدر إن إحنا نترجط كل فئات المجتمع وكل احتياجاتها المختلفة يعني فيه بعض الفئات تقول أنا عايزة أعمل مشروع صغير خالص مع نفسي وأبيع وأكسب لكن فيه مجموعات إحنا عايزين بقى استدامة فبنبتدي إن إحنا نوجه أكتر للمشروعات الجماعية وتبقى خضرة عشان يبقى فيها استدامة فبننزل لهم في الحالة دي بقى بمشروعات إحنا بندهم نكون معمول لها دراسة جدوى ونبتدي ندربهم عليهم بدل من طلعهم بره يتم احتضانهم إحنا بنحتضانهم جوى الكرة بتبقى بناء بقى يا سيدة إنشاء على طبيعة كل محافظة يعني مثلا المحافظة دي متميزة مثلا في السجاد فهل هنوجه بالزبط المشروع لكده أو الخزف أو 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 دي التدريبات الحرفية اللي بيتم عليها بعد كده بناء قدرات السيدات علشان خطر هم يبتدوا إدارة ويعملوا المشروعات الصغيرة اللي هي المشروعات الفردية فبتبقى على حسب الميزة النسبية اللي موجودة جوى الكرة الكرة فعلا زي ما حضرتك مشهورة مثلا بخامات معينة أو بمنتجات معينة فبيتم التدريب على أساس الميزة النسبية أو صناعات إحنا خايفين نها تنقرد يعني طبعا في حاجات تراثية لأنه ده عندنا كمان مركز المهارات بيتم قوي بالأشغال اليدوية والمنتجات التراثية فبيتم برضو التدريب بالسيدات على الحرف دي والميزة أن ده بيكون كمان الأولوية للسيدات اللي أخدت معنا تدريب ريادة أعمال علشان إحنا بيعايزين نقفل الدايرة كلها للست بأنشطة متكاملة تقدر في الآخر الست دي تقدر تعمل مشروع حقيقي والمشروع ده يستمر يعني يبقى معاها مش بعد شوية مش تدريب وخلاص وعقبة فتقوم تقف عن المشوار طبعنا دلوقتي نقاسف يعني أنا وهدير مثلا أسرة ريفية إحنا جينا ليكم هل أنتو بتختارونا بناء على إيه يعني هل احتياجنا مثلا السيدات هما اللي بيختارونا أو الأسرة هي اللي بتختارنا إحنا بننزل وبتقبلوا كل الأسرة اللي بتيجي أو السيدات طبعا مدام مدام هي عايزة حتى لو مقتدرة ده تدريب إحنا في الآخر أنا بضر بالست على إنها تقدر إنها تكون متمكنة اقتصادين وعندها استقلال مالي وإن هي تقدر إنها في الآخر تبقى قادرة على إنها تعيش وتتحدى الصدمات المالية اللي ممكن تتعرض لها لأن إحنا طبعا زي محرك عارف كمان فيه مشاكل الغريمات وفيه مشاكل كثير قوي جوه الأماكن القرى ودي بتبقى كمان علشان كده إحنا معانا الجزء بتاع التوعية ماشي بالتوازي مع التمكين الاقتصادي عشان نقدر إن احنا نوصل أستاذة إنجي ممكن الناس وهي بتتفرق تقولك إحنا كان ياما عندنا حملات تنظيم أسرة وما لمسناش إنه فيه تغيير بدليل الرقم اللي احنا وصلنا له إيه اللي يفرق في المشروع القومي لتنمية الأسرة عن المشاريع اللي كانت بتتعامل قبل كده لتنظيم الأسرة اللي يفرق فعاليا هو إن إحنا تدينا نبص للتنظيم الأسرة مش إن أنا عايزة أقلل عدد الأطفال اللي موجودة في الأسرة أنا عايزة أخش بتدخلات تنموية والتدخلات التنموية دي هي اللي هترفع هتخلق السكر بتاعت النظيم الأسرة هترفع مستوى الأسرة وهتبتدي تخلي الأسرة عايزة تتمكن اقتصاديا القصائص بتاعتها هتعلق وده اللي هيزبط معنا معدلات النمو اللي موجودة في الدولة طب إحنا بعد أما إحنا بنعلمهم بعض الحرف وبينساعدهم بعد أما هم بيتقنوا الحرفة دي إحنا بنسيبهم بقى ولا بنتبعهم ولا علشان نستفيد باللي إحنا بنعمله كدولة برضو هو فيه برضو بعض التدخلات بيكون فيها إن أنا لو هي مشروع مثلا مجموعة كبيرة بنقدر إن إحنا نديهم أصول عينية عشان نساعدهم إن المشروع ده يقف على رجليه وإن هم يقدروا يستمروا بنوفر لهم دايما السمارات للمشاريع يعني أنا ممكن أعود أصنع حاجاته ما أعرفش بي وده برضو بنستهدفه من ضمن البرنامج يعني إن إحنا في الآخر أنا مش عايزة الست دي إن هي تعمل حاجة صغيرة وخلاص تقعد جنبها إحنا حتى كمجلس السيدات اللي إحنا بندربهم من كل احتياجات المجلس من أو البارتنرز الشرقة من حاجات الخامات أو المنتجات اللي هما بيطلعوها إحنا بنشتريها من السيدات بدل من نشتريها من بره علشان نقدر إن إحنا نقفل الست دي الحلقة وإن إحنا بنسوق يعني حتى بنحط دايما بتسوق لهم واللي هما أنتو بتعلمون التسويق وهم يشتغلون بنعلمهم وبرضو في نفس الوقت بنسوق لهم لأنه هو في الآخر هي الست دي ممكن تكون في حيز في الآخر هي لو اشتغلت على إنها مثلا بيخشوا معنا مثلا معارض ممكن تكون محلية أو دولية بنقدر إن إحنا مثلا نحط لهم حاجات على الإنترنت نسوق لهم على الموقع على صفحاتهم هما شخصين يعني هما كمان بندربهم إن هما يعملوا صفحات ويحطوا عليها المنتجات بتاعتهم المشاجل نفسها بنشوف الشرقة اللي محتاج طلبات معينة وبندرب السيدات على الطلبات دي بينها يعني مثلا في مشروع الشمول المالي إحنا كنا عايزين ندرب الستات على التصقيف المالي من خلال عرائس الكفاز يبقى عرستين بيكلموا بعض وينزلوا في الكرة يكلموا بعض طلبنا من الجزء بتاع المشاغل اللي هو تبع المجلس برضو إن الستات تتدرب على عمل عرائس الكفاز وأنتجوا فعلا العرائس دي ويبتدين ننزل بيها يعني هي المنتجات كلها بنخلي الستات تتعلموها وكأنهم بيبعوها علشان خاطر يقدر هي دورة كده متكملة بنحاول نقفلها للسيدات لحد ما يقفوا على رجليهم وانسى إنهم يقفوا على رجليهم خلاص هم قادرين إنهم يمشوا في طريقهم يعني بأسرع خوطة إن شاء الله أنتم مستهدفين حضرتك 200 مجغل تقريبا ووحدة تدريبية بالتعاون مع الجهات فعلا هو مفروض إنه بالتعاون مع وزارة الصحة مفروض إن هي توفرنا في المستشفيات التكاملية مشغل في يعني 200 مشغل على مستوى الجمهورية أسلمش قولي المتين مشغل على الجمهورية كلها نبتدي بالمتين مشغل وإن شاء الله يشتغل وإن شاء الله نقدر نقطر أكتر من كده بس إحنا كمان بنحاول بقدر الإمكان كمجلس قومي للمرأة حتى برى المستشفيات التكاملية بنعمل مشاغل وبرضو وحدات انتاجية بحيث إن إحنا فعلا زي ما حضرتك بتقول إن إحنا نقطر العدد بقدر الإمكان نقدر نفيد لإن هي تمام أوقات الوحدات دي بتكون جوه القرى فأنا عايزة القرية والقرى اللي حواليها يستفيدوا القدر الإمكان أنا عايزة أروح للست عايزة الست تدور علي أنا عايزة أروح لها لحد عندها طيب أستاذة إنجي اليماني ممكن بعد إذن حضرتك تسمحي لنا نطلع فاصل وبعدين نرجع نستكمل مع حضرتك تاني الحديث الشيق ده فاصل ونرجع لك تاني أهلا بحضرتك من جديد ولسه مكملين مع الأستاذة إنجي اليماني منصق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة أستاذ إنجي فيه يعني فيه مجهود من المجلس رائع جدا عايزين يعرف مدى استجابة السيدات للمبادرات دي يعني هل السيدات فيه انتو مقبلين وهم مقبلين ولا فيش استجابة قوي أنا عايزة أقولك أنه الإقبال يعني فعلا في القرى لأنه يمكن الأماكن دي هم مستنين فرص وأول ما بيلاقوا الفرصة جات لهم لحد عندهم بيكونوا يعني فيه تدريبات أوقات بنلاقي السيدات نفس السيدة جاي تحضر نفس التدريب فنقول لها أنت لسه حضرة الأسبوع اللي فات تقول أنا عايزة في حتة فاتتني عايزة تعلمها السيدات فيه حرص يعني منهم على الاشتراك في المبادرات دي بالضبط يعني هم بالضبط السيدات في الكرة والفتاة فعلا كأنهم زي الإسفنجة البيضة ومحتاجين يعني بس تحط عليها شوية مية كده بتلاقيهم بيشربوها بسرعة فظيعة وهم عايزين قوي أن هم ياخدوا فرص ويلاقوا هم يتعلموا حاجة جديدة ما فيش عواقق قدابهم يعني وإيه المرحلة اللي فيها استجابة أكتر يعني هل الفتاة اللي لسه متجوزوش مثلا فيها إقباءة ليه يعني بيقبلوا أكتر من السيدات الأصحاب أولاد أو متجوزين أنا هقولك بقى حاجة جريبة جدا طبعا لأن المجلس القومي الورقى بيستهدف من أول فتاة عشان بنستثمر في الفتاة طبعا وبعدين في المرأة بعد كده ففيه برامج كتير قوي بتموجهها مخصوص لكل فئة عمرية لكن الفكرة بقى أنه البنات حتى اللي في المدارس اللي هو إحنا بنستهدفهم حاسين إيه دا إحنا ما كانش فيه حد بيكلمنا يعني مثلا زي دوي ونورة هم حاسين إيه دا إحنا ما كانش حد بيخلينا نتكلم ونعبر عن نفسنا فكرة نورة أصلا جات من طفلة كانت جات زارة دكتور ماي رئيسة المجلس وكلمتها بطريقة اللي هو إحنا ما حدش بصص لنا ما حدش شايفنا فإحنا فعلا لما نزلنا لهم دي مبادرة مبادرة نورة فلما نزلنا لهم لقينا أنه دا فيه بنات كتير دا مش بس البنوتة الصغيرة اللي جات لا دا فيه بنات كتير قوي بنفس الحالة دي ومحتاجين أن حد يكلمهم ويشجعهم على الحوار ويقوي شخصيتهم ويخلي لهم صوت مسموع لأنهم فعلا هي فئة عمرية لا هي أطفال ولا هي ستات كبيرة فبقت مهملة من كل الجهات طب حديك شايفة نتاج الحوار دا والحوار يمكن أحد أهم أسباب نجاح مبادرات كتير ويمكن دولة مصرية بقت بتتبع هذه صياغة الحوار في كل شيء شايفة دا مردوده إيه على السنة الصغيرة اللي أنت بتتكلمي معاه وعلى الأهالي كمان لأن الأهالي هنا عنصر مهم جدا في المعادلة لأنه التفكير يتغير أنه ما نجوزش البنات وهم صغيرين أنه ما يبقاش فيه عدد كتير سيئة بتضر بالبنات داخل الريف المصري شايفة دا حالة الحوار دي ممكن تعمل إيه أو إحنا بستنين منها الحوار لأنه طبعا زي ما بقول موجه لكل فئة بشكل لكن في الفئة بتاعة الفئة العمرية بتاعة البنات اللي من 13 ل 18 هما الفئة دي ابتدت حست أن في حد بيسمعهم فابتدى في استجابة للي بيتقال حواليهم كان الأول هما برضو صدين الباب لكن طبعا هنشوف الأسر دا إن شاء الله بقى في السنين اللي جاية لكن كمان في الفئة العمرية الأكبر احنا كمان نزدين مثلا بجلسات الدوار جلسات الدوار دي الأسرة كاملة بنتكلم بقى مع الستات والرجالة والأطفال والشيوء وكله ونزلين بكل طبعا بالقيادات الطبعية اللي جوه القرية فبيبقى فيه الشيخ والقص والوعزة والدعية بيكونوا كلهم موجودين في الجلسة دي وبتبقى حوار كده عن القضية السكانية وعن حتى يمكن الانشاءات والحاجات اللي بتحصل جوه القرية أوقات إحنا مثلا لما بني قدامنا كبري نقول يا أنا كل التراب داخل علي لكن أول ما بعرف فايدة الكبري ده وإنه هو يوفر لي ساعة وإنه أنا هستفيد إيه من الكبري ده ببتدي أتعاون حتى أني أوفر أني ده يتعمل بسهولة وبالعكس أنا مستنين أنه هو يخلص فإحنا بنعمل الجزء التوعوي ده مع الأسر جوه القرى وكمان بيبقى منهم هما اللي بيكلموهم يعني هو بيبقى شيخهم أو القصة اللي موجود في القرية اللي معروف الرئيضات الريفيات داخلين في الموضوع الرئيضات وعندنا المعنصرات يعني سألين بتشتغلوا معها كريمة كمان طبعا وإحنا بنشتغل مع كل القادة الطبعيين اللي جوه القرى كل دول بيكون إحنا يعني بنحاول ندمج كل الفئات بحيث أنه إحنا مش بنكلمهم أنا ما قدرش يجيب حد من القاهرة يروح يكلم حد في القرية مش عارفين أو مش عارفين عوايضنا بالضبط لكن لما بيكون حد منهم وهو نفسه الشخص ده هو مقتنع بالكلام ده وبيكلمهم بالطريقة بتاعتهم وبأسلوبهم وشايف احتياجاتهم وشايف قد إيه هم متأثرين بالحالة العامة اللي موجودة بول مش غريب عنهم بالضبط كده بيقى فيه ناس متطوعين بيقول لكوا لأنه موجود جبار يعني كتير كتير متطوعين وكتير قوي ممكن في الأول بيكون فيه زي تحدي كده أو صد للفكرة في الأول لأنهم مش فهمنا لكن أول ما بيقعدوا ويفهموا بيبتدي بعد كده كل الحوائط دي بتزوب وبتلاقي أنه هم نفسهم الماشيين معنا وعايزين ينزلوا ويقولوا ده كلامه عظيم طيب بس لو قابلنا مشكلة بقى يعني لو جات لك بنت من اللي انتو بتحاولوا تتكلموا معاهم 13-14 سنة دي بيقولوا لك بتقولك أهلي عايزين يجوزوني وانا مش عايزة تجوز يعني تتعرض لأي نوع من اللي احنا بنتكلم عنه وانه حاجات مؤزية للبنات بنشوفها في الريف المصري تعامل هنا المدنس القامل المرأة بيعمل ايه؟ طبعا احنا عندنا مكتب شكاوي خاص بأي حاجة تتعلق بالفتيات والسيدات وبيدأ على طول المكتب نفسه بيقوم بتحويل كل مشكلة أو التعامل مع كل مشكلة وفقا لنوع المشكلة فعلى حسب نوع المشكلة هيتم التعامل معها في بعض المشكلة يعني فيش رقم سافر 15-15 ده رقم مكتب شكاوي 15-15 يعني لو حد جالكوا ضمن المبادرات دي انتوا بتقولوا له يتصل بالرقم ده للمساعدة طبعا وكل حتى الميسرات الماليات وكل السيدات المتطوعات اللي معانا أو كل المتطوعين عموما لما بينزلوا الكرة ده جزء من تدريبهم ان هما كيفية ان هما يوصلوا لمكتب الشكاوي سواء كان بالرقم 15-15 سواء كان الوصول لفرع المجلس في اي من المحافظات سواء كان الوصول لنقاط الاتصال اللي موجودة بالكرة كل دي قليات للوصول لنا بحيث ان اي ستة عندها مشكلة وايه كمان نوع المشكلة لان اوقات ممكن واحدة ستة تتعرض لمشكلة لكنهم مش عارفة انها مشكلة فكمان احنا بنضرب الميسرات على ان هما يعرفوا انواع المشاكل ايه علشان هما يقدروا يوصلوا ده كمان للسيدات الصلاحيات ايه اللي عند المجلس القوام المرء عشان الناس تبقى فهمة اللي تقدروا بيها تساعدوا علشان اصلا انا عشان اتصل علشان اقول ان انا عندي مشكلة لازم يكون مأمنة ان انتوا هتحلوني المشكلة احنا طبعا مش جهة انفيذية لكن لما بيكون في حاجة مثلا محتاجة تدخل مثلا زي وزارة الداخلية فاحنا بنعمل على طول فيه ما بيننا وما بين الوزارة على طول خط ساخن وهما بيتجاوبوا بمنتهى السرعة فكل جهة احنا معنا لي معاهم خط ساخن بيتم التوجيه وبنعمل زي حالة على طول للحالة وفقا لنوع الحالة دي فهو بيتم التعامل معها على طول وطبعا من خلال فرع المجلس في السبع وعشرين محافظة بنبقى قادرين ان احنا نغطي يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا طب فيه تطبيق لفت انت بهي قوي يعني التطبيق تحويشها وانتو هتخلوا الستات تعرف طبعهم ما بيعرفوا يحويشوا اصلا هم سيدات مدبرات يعني يعني ايه الغرض من تطبيق تحويشها هو تطبيق تحويشها ده هو ده اللي نازل لمجموعات الاضخر والاقراض علشان هم لما يعملوا البنك الصغير ما بينهم ده يبقى التطبيق ده بدل ما انا هحوش كنت في سندوق لأ انا فتحت لهم حساب مشترك وبقى الكارت ميزة ده انا اقدر على طول من الكارت بتاعي بتاع الست اللي قاعدة قوة المجموعة دي جواها العشرين جنيه هتمرر الكارت على ظهر الموبايل يتسحب على طول من الابليكيشن يخش على الحساب المشترك بتاع المجموعة دي ولما تكون الست عايزة تاخد كارت والسيدات اللي معاها خلاص كلهم وفقوا ورئيسة المجموعة والسكرتيرا والنيبة هم اللي معاهم الاسويرة اللي بتفتح الحساب هيفتحوا الحساب ويتنقل المبلغ اللي هتقترب الست شواء يعني ده اللي هو زي الجمعيات هو شبهه بشكل يعني معاصر هو فيه هو الجمعية في الآخر أنا لازم أحوش مبلغ معين كل شهر أو أدفع مبلغ معين كل شهر وليه وقت معين ممكن بحظ يطلع في الآخر أو في الأول لكن دي لا أنا بحوش مبلغ صغير على قدي اللي أنا باتفق عليه هحوشه كل أسبوع وممكن يبقى متغير ممكن يكون متغير فأنا في الأول بكون المجموعة بقول أنا سعر السهم 20 جنيه يعني ده أقل مبلغ فأقدر أحوشه لكن ممكن أحوش لحد 100 جنيه 20 40 60 80 100 براحتي أنا وشطرتي على قد حوشت أقد حوشت وأم حوشة في حساب المجموعة وبعدين بعد كده أجي أخر الشهر لو أنا عايزة أخد كارد بقول أنا عايزة أخد كارد أولويات الكارد دي بتتحدد في المجموعة برضو في اللايحة بتاعت المجموعة وبيبقى مثلا لو هي عايزة تعمل مشروع صغير بيكون لها الأولوي فتأخد الكارد بتقدر تاخد 3 أضعاف اللي هي حوشته لو حوشت 1000 جنيه تاخد 3 لو تحوشت 3 تاخد 9 وتقدر تسدد على 9 شهور والفوائد إيه بقى؟ هي مش فوائد هي مصاريف إدارية لأن الفوائد ما بيرجع لهاش منها فلوس لكن المصاريف الإدارية بيرجع لها جزء يعني اللي هي لو دفعت 500 جنيه هيرجع لها من المبلغ اللي هي دفعته 50 جنيه في الآخر فكده كأنها عملت عائد على الاستثمار بتاعها هي استثمارة المبلغ ده وحصل لها عائد حتى لو ما عملتش بالمبلغ اللي هي اقترادته مشروع لكن هي في الآخر اللي حوشته طول السنة هيرجع لها بزيادة المبلغ المصاريف الإدارية اللي جات منها ومن غيرها وهيجي لها كمان من البنك اللي قريدي اتفتح فيه الحساب فهي في الآخر لو حوشت 10.000 جنيه ممكن تاخده 11-12 فبقى كده المبلغ بالنسبة لها بيزيد وتطبيق تحويشة ده هو ده الطريقة اللي بتدير كل المنظومة بتاعة المجموعات كلها على مستوى الجمهورية طيب واضح أنه البعض الاقتصادي والبعض الاجتماعي والتوعوي ده الأهم من خلال المبادرات اللي بتتمها من خلال المجلس القومي لتنمية الأسرة المصرية طيب أنا عايز أعرف مردود ده اللي انتوا شايفينه حتى دلوقت ايه على مشاكل كلنا بنعدي بيها لو احنا نتكلم على زيارة السكانية لو احنا نتكلم على الغريمات الأهم ماذا شايفينه ده ابتدأ يؤتي بثماره احنا دلوقتي نشايفين فعلا النبوة والقرى الستات حتى اللي كانت بتقول أنا هشتري 20 بطنية و50 ملاية ابتدت الستات دي بسبب التوعية تغير فكرها بتغير ابتدأ الفكري يبتدأ يتغير في المشروع لأنه المشروع بتاع الضخار والاقراط ده مشروع قديم احنا مش ابتدأ عنها لكن هو كان موجود قديم لكن كان في صندوق حديد احنا دلوقتي لقينا السيدات اللي كان في المشروع القديم ابتدوا هم يعلموا بناتهم الصغيرين يجبوا لهم حصالة حديد ويقولهم حوشوا واخر السنة اكسري الحصالة وطلعي الفلوس وعملي بيها حاجة بقيها يعني هي بتنفذ المشروع اللي تربط عليه السنة بتنفذه مع ولادها اللي جايين فده معناها انها حصل فكر وحرق جوة الكرة نفسها من التوعية والتمكين اللي احنا بننزل عليها فده احنا شفنا قصر قريدي وابتديني نشتغل عليه بطريقة احنا ليه حولنا التطبيق علشان نقدر نوصل لعدد اكبر من السيدات وكمان واسرع واسرع يعني انا الميسرة زي ما كانت تقدر تدير مثلا بالكتير قوي مثلا اربع مجموعات دلوقتي بتدير عشرين مجموعة فبقى العدد اللي احنا نقدر نوصله جوه القرية بقى اكبر بكتير فداي يمكن من الحاجات الاسر اللي احنا شايفينها وشايفين كمان الستات بقتها متجاوبة نبني ديهم تسقيف مالي نقول لهم ازاي تقدروا تعملوا ميزانية ازاي ان انتوا تقدروا توفروا وتحددوا اولوياتكم من المبالغ الصغيرة اللي دخلالكم ازاي ان انتوا تقدروا تعرفوا القرد السيء من القرد الوحش سوري القرد كويس من القرد السيء القرد الكويس هو اللي بيدخل لها مرضو التاني لها بتعمل بيه مشروع وهي دخل لها حاجة لكن القرد السيء هي تصرفه على كمالية تصرفه مثلا على الشوار بتاع العروسة ولا حاجة وكان من الغارمات بسبب القرد السيء بالزبط فده جزء برضو عشان كده بقول التوعية معنا ماشية يد بيد مع التمكين الاقتصادي لانه من غير ما انا وعيها في الاول هي تقدر تعمل ايه مش هقدر ان انا امكنها اقتصادية صحيح يا معظم المعارك اللي احنا فيها الايام دي معارك وعي من الدرجة الاولى احنا بنشكرك شكرا جزيلا سيدة انجي اليماني منصق المشروع القومي تنمية الاسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة انا بشكرك شكرا جزيلا على عبودك معنا شكرين جدا ويا بخت الستات بكم او الله عايزين نعمل مجلس قومي للرجل بعد كده نورتيه نورتيه نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد انكمل فقراتنا نخليكوا دايما معنا اشتركوا في القناة